إلى الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة والتي تشبه محمية طبعية خضراء تمتد على مساحة ألاف الأمطار المربعة لتحكي عن ثقافات متعددة لأكثر من 16 دولة حديقة عابرة للثقافة تشهد على صداقات مصر مع مختلف دول العالم وتمثل مقصدا رئيسيا لعشاق جمال والطبيعة في الأعياد والمناسبات صغار وكبار أطفال وعائلات وأصدقاء تزينوا بملابسهم الجديدة وتجمعوا بعد صلاة عيد الأطحى المبارك ليحتفلوا بالعيد في الحضائق والمتنزهات وحينما تتحدث الظهور بلغات العالم يأتي الحديث عن الحديقة الدولية بمدينة نصر المليئة بالأنشطة والفعاليات نحن بنقدم لشريحة معينة من الجمهور خدمة معينة بسعر الحياة مناسب جدا الحديقة يعني زي ما حاجة بنتكلم عنها خمسة أو خمسين فدان موجودة في مدينة نصر الحقيقة في مكان متميز الحقيقة الحديقة طبعا بتقدم خدمات هي وباء الحداخ اللي موجودة عندنا في المشروع نقدم خدمات متميزة للجمهور عندنا مجموعة كبيرة جدا من الكافتريات الحياة تقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات سواء أطعام أصابقة التجهيز أو مشروبات عندنا حديقة حيوان بصغار الحياة نقدم فيها مجموعة من الحيوانات والطيور والحياة والمصبرات والمحنطات الحياة نقدم الحياة جرعة من الثقافة للجمهور عندنا تتنوع الأنشطة بالحديقة الدولية كما أنها حديقة عابرة للثقافات حيث تجمع أجنحة دول عربية وأوروبية بالإضافة لاستضافتها فعاليات مصرحية وكوميدية يحضرها الزوار بعد استراحة ببعض المقاهي والمطاعم داخل الحديقة العيد والله أنا أحلى حاجة فيه الخروج طبعا للأطفال بالنسبة للأطفال الانبساط والأجازة لأنه طبعا ضغوط الحياة بالنسبة للشغل مسؤوليات فلازم الواحد طبعا في العيد يرفع النفسه شوية يخرج يشوف أولاده والله بنصل العيد وبنيجي نفرح الأولاد بيلعبه بيركبه العربيات بيركبه المركب بيتفسعه في الجنينة تعتبر الحديقة الدولية واحدة من 27 حديقة متخصصة تابعة لمحافظة القاهرة والتي استعدت جميعها بكل الوسائل لاستقبال الزوار على مدار أسبوع كامل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشر مساء وبأسعار تذاكر في متناول الجميع كريم بيبرس التلفزيون المصري